السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حباب قلبي عاملين ايه يارب تكونوا بخير وسلام وامان دائم من الرحمة زي ما حالتكم شايفين سفرة النهاردة هتكون سهلة وبسيطة جدا 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 وما فيهاش اي تكلفة خالص كل اللي هنعمله هو طاق القضار حلو قوي مشكل بطعم حلو وريحة مميزة بك انك تعمليه وتقدميه في اي عزومة هيشرفك بازن الله تعالوا مع بعض نبتدي الفيديو بتاعنا زي ما اتعودنا مع بعض في كل فيديوهاتنا بالصلاة على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يلا نبتدي ونقول بسم الله ده وكلت على الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سيدي يا حبيبي يا رسول الله زي محاواتكم شايفين هنشوف هنعمل مع بعض طاجن آآ الخضار المشكل ده طاجين حلوة قوي وهيعجبكم ان شاء الله زي ما حدكم شايفين معايا نص كيلو من اللحم انا مقال طعام وكعبات اهو وعايز اقولكم ان اللحم اللحم اللي انا بستخدمها دي اللحم اللي هي ايه بتبقى ملبسة يعني هي لحم صافي ولا فيها نسبة دهون عليه يعني متوسطة كده بتبقى ممتازة جدا في الطاجن بتدي له طعم وريحة مميزة جدا شوحتها كده لحد لما خلاص بدأت تدخل معايا في التسوير نزلت عليها بمعلقتين من اه او تلات معالق من الزيت وبصرايا كده اهو هنبدأ نبهر بقى ايه بصرايا بتاعتنا ونبدأ نشوحها هنا اهم حاجة ان انت بتعملي خطوة التشويح اللحم معانا بتاخد تقريبا نص التسوية بالنسبة للحم هنشوف مع بعض دلوقتي كانت ايدي فيها شغالة هضيف لها البهارات بتاعتي فلفل اسود و بهارات اللي هي السبع بهارات وكمان معلقة من البابركة بتعزز معانا اللون وبتخلي طعمها ورحتها ممتازة مع البهارات وما دول بس البهارات اللي انا اضبتهم لها وطبعا زي ما حدكم شايفين اهو ددقت خلاص بالشكل ده هتاخد معايا اللون دوت وكمان هتكون دخلت فيه التسوير هضيف لها بقى ايه الخضار بتاعي مشكل عايزة تعرفي الخضار ده عبارة عن ايه عايزة اقولك ان الخضار ده عبارة عن الجزر وبسلة وكمان اللي هي اللوبيا الخضرة كانت عندي لوبيا كيس كده صغنا فيه شوية لوبيا خضرة في التلاجة بس ما كانش عندي كوسة قلت خلاص بقى نعمل شوية الخضار دول وكمان هنضف لها بطاطس بس المطاطس هعملها بشكل تاني مش هضف لها المطاطس دلوقتي تمام هنا بقى خلاص كانت اللحمة بتاعتها ههو دخلت فيه التسوير ما شوء الله عليها كانت يعني ما اخدتش وقت بصراحة الجزر اللي احنا بتعامل معايا حكته نظيفة ومشاء الله دايما اللحمة بتاعته ما بتاخدش معانا تسوية خالص هنا بقى ايه شوحت كمان قرن الفلفل ده هشيله علشان احطه على وش الطاجين بتاعي هتعملي ايه هنزل دلوقتي بالطماطم فرما طماطم اهو مقدار يعني كيلو كده او كيلو الا حاجات بسيطة على الكمية دي عايز اقولك انك ممكن تعملي كمية الخضار دي وتضيفي بقى الخضار حسب ما انت عايزة وحسب الرغبة بالنسبانك بس عايز اقولك لما بتعملي طاجن الخضار ده ودخليه في الفرن بتبقى ريحته بصراحة ممتازة جدا وطعمه فوق الممتاز خلاص انا مش هخلل الخضار بتاعي يغلي كتير في الشربة هو بس يدو بيفور الخضار بتاعي هيغلي غلوة كده بس في الصلصة وبعد كده هنزل بيهم في الطاجن نتعلم مع بعض رص الطاجن بتاعنا ونشوف هيبقى عبارة عن ايه معاي بصلايا انبهارة اهو هاخد بقى ايه البصلايا كلها تحت كده وهسيب بس كمية قليلة او يعبقى احطها على وش الطاجن هنا خلاص اهو فردت كده ايه البصلايا المبهرة معانا اهو وهنزل بقى بيه البطاطس الحلقات دي كأنك بالزبط بتعملي طاجن البطاطس اه هنا بقى ايه بعد لما اه اه نزلت بالبطاطس كلها بتديت اشيل منها بعض المكعبات او التوير كده منها الحلقات دي وافردها تاني اهو طب ليه شلتي ده علشان احطه على وش الطاجن علشان لما قد الطاجن الفنش النهائي بتاعه تحت الشوايا ديني شكل حال خلاص كده انا خلاص خلصت كده رصتي الايه رصتي اله اهو شايفين رصتي البصل المبهر وبعد كده الطاجن سوري البطاطس وبعد كده كمية من البصل تاني اهو شلتي بس بعض الحلقات كده هنحطها على وش الايه على وش الطاجن بتاعه عزا اقولك ان الطاجن النهاردة سهل ووسيط جدا 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 ورحته وطعمه بيبقى ومتياز ليه لان انا بكمل تسويته او الخضار بتاعي بيستوي فين بيستوي معايا في الطاجن بيدي له طعم وريحة مميزة جدا 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 وان شاء الله اعمله مع حضراتكم دلوقتي وهتشوفوا خطواتنا سهلة وبسيطة جدا وما فيهاش اي افتكسات اهم حاجة حتى لو هتعملي شوية خضار بساط زي ما انا هعمل كده مع حضراتكم دلوقتي تعمليها بقى بنافس كده وفن حلو يطلع معاكي الوصفة بتاعتك او الخضار اللي انت هتعمليه حتى لو دخلتي في الفرن بس كده ياخد لون بيبقى طعم وريحته وتقدمي بقى لولادك او لضيوفك حاجة مميزة بشكل جديد طبعا متعودين ان الخضار دايما بنسويه في الحل عادي لأ ده شكل مختلف شوية والطاجن ده طبعا امهاتنا زمان كانوا معودين على الاكل ممتاز التحفة ده خاصة بقى ايه بعد الخبز لما كانوا بيخبزوا في بيوتنا بقى وخير زمان في اللي هو الفرن الفلاحي كانوا بيعملوا الطاجن دي ويدخلوها الفرن احلى اكله احلى عيشة عشناها ايام الافرن اللي هي الفلاحي دي الحمد لله بقى دلوقتي بقى خلاص كل حاجة من الحاجات دي انقرضت خلاص كده انا رصيت الطاجن بتاعي هدخله بقى ايه اهو زي ما خادكم شايفين عايز اقولك ان لو ما يطلع من الفرن هيبقى شكله طحفة وطعمه ممتاز هتعملي ايه هتجيب ورقة من ورق الالمونيوم دوت وهغطي بيها اهو هغطي بس الطاجن وهحط بقى ايه الغطاء بتاع الطاجن بتاعي عليه وهدخله الفرن بس يستوي كده المدة مثلا بياخد معايا بالزبط في الفرن من ربع ساعة لتلت ساعة هنا بقى انا اسف بقى لانا دخلت على طول كده بتصوير الشعرية انا كنت مفكرة الكاميرا شغالة لكن للأسف اتضح انها مش كانت شغالة عملت ايه حمرت الشعرية بتاعتي كنت اضفت فيها بقى ايه مكعب من ملقة الدجاج والملح وزبطت الدنيا في التحمير وبعد كده نزلت بقى بالرز بتاعي هفضل اقلب بي اهو لحد لما يتشوح معايا ويتشرب كل ايه كل الزيت اللي انا محمرة في الشعرية عايزة تعملي الرز بتاعك يكون مفلفل كده وحلو جميل عمليمي بالطريقة دي هتنزلي بالرز في الشعرية بعد لما اتحمريها وهتفضل يتقلبي لحد بس اهم حاجة انك تكوني مصفية الرز ومتأكدة انه مفوش مية تماما تمام هتعملي ايه زي ما انا عملت اهو بقلبه في الشعرية كويس قوي وبفضل برضو بعد لما بقلبه بياخد معايا وقت كده لحد لما احس انهو خلاص بيديني صوت مميز كده بيعرفني انه خلاص كده خلاص الحلة بتاعتي ما بقاش فيها الزيت ان الرز بتاعي تشرب كل وتشبع بكل الزيت اللي كان موجود في الشعرية هنزل بقى بكمية المية المناسبة لها عايز اقولك لو انت لسه بتتعلمي ازاي تعمل الرز وكده هتعملي ايه يعني مقدار العقلة او العقلة من الصباح لو انت بقى ايه لسه بنوتة صغيرة وبتعرف عايزة تعمل الرز صح هي بس مقدار ارتفاع المية عن الرز بيبقى مقدار العقلة واحدة بس من الصباح طبعا طبعا علشان احنا بقى ايه محترفين كان عادة فعارفين مقدار الرز بتاعنا بياخد قدي خلاص كده انا خلاص كانت شرب معايا وبرضو كان معتاد في الفيديو النهاردة ما كنتش عارفة فيه ايه لما اشغل الكاميرا لقاها وقفها كنت بقى ايه فتحت الحلة وعملت ومشيت فيها كده بالمعلقة في الرز علشان اعمل له فتحات كده لتاوية علشان البخار يدخل بين الرز وبعضه ويبقى بسوي كله معايا هنا بقى خلاص طلعت الطاجن بتاعي من الفرن وشلت كمان الورقة اهو عايز اقولك ان هو ما شاء الله وهو في الفرن كانت ريحته بصراحة كانت ممتازة جدا وكمان بقى ريحته كانت احلى واحلى لما دخلته الفرن تاني اخد لون بس كده تحت الشواية المدة 5 ازاي وطلعته اداني لون وحلوة اوي شايفين كده خضار مسلوء او مستوي عادي هنعمل ايه هاخد الطاجن ودخله الفرن بالشكل ده اهو هو ده الفنش النهائي للطاجن بتاعنا عفونا جماعة تعالوا بقى نشوف هنقدم سفرتنا ازاي وسهلة وبسيطة جدا جدا وفهاش اي افتكاسات واهم بقى من الطاجن طبق الصلطة الممتاز اللي بيبقى غرقان بالبصل عايز اقولك ان طبق الصلطة ده كافي لانك تكلي وتشبع منه بعيد عن الطاجن كمان والرز كمان طعمه بيبقى ممتاز علشان البصل اللي بيبقى محتوط جواه والخضار المشكل جزر بقى وفلفل وخيار بيبقى طعم وضحفة تعالوا مع بعض بقى نغري في الطاجن بتاعنا ونشوف شكل الخضار بتاعي اهو شكل ممتاز جدا ومكعبات اللحم موجودة هي برضو شكلها حلو قوي وعايز اقولك ان الطاجن ده كان طعم وحكاية خلاص كده انا خلاص شايفة اللحم اهو ما شاء الله كان مستيوي وكان عامل زي الزبدة بالضبط كان دايب دوب هعمل ايه هاخد بقى البطاطس اللي على وش الطاجن دي طبعا شبه انها نشفة ومحمرة كده بص دربت عصفرين بحجر واحد عملت الطاجن بطاطس وطاجن خضار مشكل في ايه في طاجن واحد والطعم كان حكاية بصراحة والطعم ممتاز جدا قرن الفلفل ده ليه بصراحة بيدينه طعم حلو وريحة حلوة علشان انا حريفة بقى وبحشاء الحراء فكان لازم من الفلفل ده في وسط الاكلة بتاعتنا اتمنى بقى ان وصفتي تنال عجبابكم النهاردة وقال لكم ايه دمتم في امان الله دمتم سالمين مع الف سلامة